تردي شبكة الصرف الصحي في قضاء الأزرق التابع لمحافظة الزرقاء مشكلة تعود إلى سنوات خلت وبات تشكل عباء اقتصاديا وأزمة صحية يعاني منها القاطنون في المنطقة وهذا ما دفعهم إلى تقديم العديد من الشكاوى إلى الجهة ذات العلاقة لإيجاد حل سريع ينهي هذه المشكلة المتفاقمة المزيد في هذا التقرير دراسات وتصاميم هندسية لشبكة صرف صحي جديدة تخدم قضاء الأزرق في محافظة الزرقاء لا تزال حبرا على ورق لتبقى تداعيات هذه المشكلة في مناطق الأزرق الشمالي والجنوبي والتي يقطنها ما يزيد عن 15 ألف نسمة تراوح مكانها على جدول أعمال الجهات ذات العلاقة يعاني من الجورة الامتصاصية هاي طبعا بالشهر بحثة أربع مرات بتكلفني أربعين دينار كل شهر حاولتني أحفر جورة ثانية كلها صخر ما بينحفر إلا بتكلف إذا بدي أحفرها بتكلفني بالألف وألف وخمسمائة ليرة فهنجي برضى الآن ضحى لأنه هاي المشكلة اللي بنعانف لنا وما في عنا صرف صحي هون في الأزرق لهم خمس سنين ست سنين عاب يوعدونا أنه آي السنة وآي بعد شهر وآي بعد شهرين وهي عاب تروح يعني الروائح عملت لنا مرض بلدية الأزرق حذرت من عدم وجود نظام صرف صحي شامل يخدم المنطقة خاصة وأنها تقع ضمن الحوض المائي المالح والعذب والممتد من سوريا والمملكة العربية السعودية حتى قضاء الأزرق ما قد يعمل على تلويث هذا الحوض المائي الذي يستفيد منه أبناء المنطقة أصبح الحوض المائي العذب مهدد أولا من المياه المالحة ثانيا من مياه الصرف الصحي إضافة على ذلك أن البلدية تعاني وترهق من موضوع يعني الحفر الامتصاصية وهذا يشكل ضغط على البلدية لذلك حتى نتخلص من هذه المشكلة لابد من اهتمام الحكومي بموضوع الصرف الصحي في الأزرق وذلك للمحافظة على المياه الجوفية العذبة التي الآن أصبحنا نحن بأمس الحاجة إليها في حوض الأزرق إذن هي أزمة لا تتمثل بمشكلة شبكة صرف صحي وحسب بل هي قضية لا بد وأن تكون محط أنظار واهتمام سريع من قبل الجهات ذات العلاقة للحيلولة دون تفاقمها وزيادة العبء على الآلاف من أبناء الأزرق